يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند في الحقيقة هي حلقة مبهجة جدا لأن طبعا فرحانين بانتصار الأهلي الغالي المصير بالأمس على أمبي بشكل كان وسيناريو كان ممتاز بصراحة فرحنا أو الأفرح بتاعتنا الليلة تبقى في البلاس 90 دي فالواحد مبسوط في الحقيقة من مطش بتاعم برح كمطش حلو قوي بخلاف أن احنا كنا خسرانين تمام لكن احنا عاملين مطش كويس حتى المطش اللي قبله تعبانك الأهلي اللي احنا مفروض كاسبانينه بس ما حصلش نصيب الأسباب طبعا اللي احنا عارفينها لكن برضو كنا عاملين مطش كويس إذن كلها مؤشرات إيجابية قبل التحدي الأفريكي والمحطة الأخيرة في هذا التحدي وهي نهائي دوري أبطال أفريكا أمام الوداد بإذن الله تعالى هذه المباراة المرتكبة والمنتظرة بالنسبة لنا كلنا كهلوية وأكيد بالنسبة للشعب المصري بالكامل لأن الأهلي ممثل مصر الوحيد إفريقيا للفترة الحالية بالتالي كلامنا حيكون كتير جدا جدا في كل الجوانب التي تتعلق بأفريق الأول لقرة القدم من نادي الأهلي خصوصا في ظل هذه الفترة الهمة جدا والحاسمة بالانتظر دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهارة السؤال طبعا بيتعلق وبيرتبط بمورات الأمس رأيكم في أداء الأهلي وفي فوزه على أمبي في مباراة مبارح هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام البداية بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للنهاية الأفريقية بالتوفيق يا رب وكمان السلية وديانج وحمدي جاهزون للوداد وأخيرا في تريند العالمي اليوم حاسم صراع لقب الدوري الإنجليزي والإيطالي طيب النهاردة مطشط مهمة جدا وفي الحقيقة هي بس مش مهمة هي مطشط كمان حتوحشنا قوي يعني الإصارة والبتعة كلها كلها في الدور الإنجليزي والسانية دي كمان في الدور الإيطالي منافسة قوية جدا على صراع اللقب فالموسم بينتهي فأجازة الناس اللي هي ماشية مضبوط يعني الناس المرتبة نحن إن شاء الله حنبقى كده في ظل تجرب جابتة الأندية وكلام من ده بس الناس اللي هي عادي بتقدر أن هي تتعامل وتتخطى الظروف الصعبة لأن كورونا كل العالم عانى منها رغم كده بيخلصوا الدوري بدري وبيرايحوا اللعيبة بدري والأندية بدري فالأمور ماشية طبيعي يعني هناك فإحنا هنفتقد مباريات الدور الإنجليزي تحديدا بالنسبة لنا يعني وبنسبة الناس كتير جدا بيعشاكوا هذه البطولة بخلاف الدور الإنجليزي قبل ما أقول المطشاط المهمة النهاردة في الدوري المصري في بعض المباريات أيضا المميزة وهي مبارات الإسماعيلي مع البنك الأهلي المبارات أو المبارات دي تحديدا إنتدت الساعة أربعة تقدم إسماعيلي واحد سفر في استفاقة رائعة للمبارات تالتة على التوالي حتى الآن بالنسبة لإسماعيلي آخر موات شين جاب ست نقاط مع الكابتن حمزة الجمل وكابتن حسني عبد الرب وحتى الآن كذبان البنك الأهلي واحد سفر ربما يكون الفوز الثالث على التوالي بالنسبة للإسماعيلي في بطولة الدوري عشان يحسن موقفه شوية سراميكا مع مصر بمقاصة الشرط الأول أيضا انتهى واحد واحد في مبارات دي تفي نفس التوئيد الساعة ستة ونصف مبارات المصر بورسعيدي مع فيوتشر والساعة تسعى بالإلتحاد السكندري مع بيراميز مبارات مهمة قوي 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 للتحاد السكندري في العياة لأن نتائجه مش جيدة الفترة الأخيرة تعالوا بقى للدوري الإنجليزي النهاردة صراع اللقب رغم أن منشستر سيتي الأقرب بكل تأكيد لكن أكيد أكيد يعني فيه منافس حتى الرمق الأخير في هذه البطولة أرسنال بيلعب في هذه اللحظات ومتشاط طبعا كلها في توقيت واحد أرسنال بيلعب في هذه اللحظات مع إيفرتون والتعادل السلبي بدون أهداف تشيلسي مع واتفورد تعادل سلبي بدون أهداف ليستر سيتي مع ساو سامتون زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة التعادل أيضا سلبي بدون أهداف ليفر بول متأخر بهدف من ويلفر هامتون يعني كده حتى لو منشستر سيتي خسر ياخد الدوري أو لو تعادل ياخد الدوري مفاجأة وبداية يعني غير متوقع بالنسبة ليفر بول أمام ويلفر هامتون المتقدم على ليفر بول 1-0 في الأنفلد منشستر سيتي في الاتحاد في مألعابهم متعدلين 0-0 مع أسطن فيلا حتى هذه اللحظات وكريستل بيلس مع منشستر ينايتد التعادل السلبي بدون أهداف لكن المهم في المطرات دي يا جماعة لسه أيضا كمان فيه مطرات نورويتش سيتي مع توتنام بيرنلي مع نيو كاسل برضو التعادل بدون أهداف لأن المطرات لسه بقالها ديئتين يعني برايتون مع وستام ينايتد وبرينتفورد مع ليدز ينايتد المهم في المطرات دي بتاعت الدورة الإنجليزية قبل أن نروح للدور الإيطالي أن الصراع على اللقم ما بين منشستر سيتي وليفر بول ليفر بول محتاج أنه يكسر ومنشستر سيتي يتعادل عشان ليفر بول يطوق بدوره وده أعتقد أمر صعب شوية المنافسة كمان في الدورة الإنجليزية في الجدول ما بين توتنام هوتسبر وأرسنال ليتأهل للشامبينز ليج الفرق طبعا لتوتنام بنقطتين فبالتالي هما الأقرب أما صراع البقاء في بطولة الدورة الإنجليزية ما بين بيرنلي وليدز ينايتد تعادل أو هما بنفس الرسيد خانطة تأتيب نقطة لكل فريق لكن الأفضلية من حيث الأهداف بالنسبة لبيرنلي فليدز محتاج أنه يكسب وبرنلي يتعادل عشان ليدز يقعد في الدورة الإنجليزية فالمهم أيضا صعب شوية ده فيما يتعلق بالدورة الإنجليزية تعبوا نشوف الدورة الإيطالي وآخر جولة أيضا من نهاردة ومنفسة محتدمة بين ميلا وإنتر في سراع اللقب أول مباراة لعبتنا بين سبيزيا ونابلي خلص الدفوز نابلي 3-0 الساعة 6 تبقى بقية المطشاط إنتر مع سامب داريا إنتر محتاج أنه يكسب وميلا يخسر من ساسولو علشان إنتر يفوز بالدورة أو يتعادل بس حيانا ساعتها هيتم اللجوء لفارق الأهداف اللي حيكون لصالح الميلا تمام والمباراة الأخرى هتكون ما بين سالرينتانا ودينيزي ودي أيضا مباراة على سراع البقاء سالرينتانا عايز يكسب المطش ده عشان بينافس كالياري على البقاء في الدورة الإيطالي وفينيزيا مع كالياري هي أيضا مباراة مهمة كريب كون تأكيد في سراع اللقب جنوى وفينيزيا خلاص نزلوا الدرجة الثانية المنافسة من لاتي وروما على التشامبينز أو تأهل بالتحديد للربا الأربع مراكز الأولى خلاص حسيمة لميلان والإنتر ونابولي وفينتوس بالمناسبة الميلان هو المتصدر 83 نقطة الإنتر 81 نقطة الإنتر محتاج أنه يكسب والميلان يتعادل أو يخسر عشان يكون فارق الأهداف لصالح إنتر في حالة تتعادل الميلان فبالتالي إنتر يتوق باللقب فوريس ميلان أكبر بعد غياب كبير جدا عن تحقيق هذا اللقب الغالي بكل تأكيد طيب دي كانت أهم وأبرز المبريات في ختام أهم وأبرز أيضا الدوريات في أوروبا طيب خلينا أقول لحضراتكم إنبارح طبعا كان يعني عزاء اللواء زكريا سراج الدين أحد أبطال حرب أكتوبر والد طبعا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي دي اللقاطات من العزاء اللي كان في مسجد عمر مكرم واللي حضره عدد كبير جدا جدا من الشخصيات العامة وطبعا يعني بالعز مرة ثانية وثالثة ورابعة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أحد الشخصيات اللي بصراحة المحترمة جدا جدا والمميزة جدا وربنا رب يصبره ويرحم والده ويخفله وسكنه فسيح جناته وربه يجعلها آخر الأحزان يعني تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الشخصيات العامة اللي كانت حريصة جدا على يعني موسات المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي دي اللقطات هو طبعا زي ما حالكم شايفين مهندس محمد سراج الدين في اللقطات دي ربنا رب يصبرهم بإذن الله تعالى ويرحم زكريا سراج الدين ويخفله وسكنه فسيح جناته هروح لفاصل بعد الفاصل عندها تفاصيل كتير هنتكلم فيها ستنون يلا بي معا النادي ورئيسه أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية سيداتي سادتي أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز أفضل نادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية طيب في الحقيقة النهاردة ذكرى سعيدة جدا بالنسبة لكل الأهلوية وهي ذكرة الفوز بلقب القرن الأفريقي للقرن العشرين واللي توج بهذا اللقب النادي الأهلي وفي الحقيقة هو يعني لقب غالي جدا جدا أن أنت تبقى أفضل فريق في القرن العشرين في المئة سنة فإحنا كجيل حالي محظوظين قوي أن احنا شفنا الأهلي وهو بطل القرن الأفريقي وده أو ده لقب بيبقى كل مئة سنة فعشان كده بيبقى غالي قوي وعشان تأخذ اللقب ده بتتعب جدا جدا كنادي كأجيال متواصلة فعشان توصل للهدف ده فالمبادئ والسيستم بيتوارس لما بيتوارس بشكل صحيح فالناتج بأنك بتقدر تحقق ألقاب أكتر فلما تحقق ألقاب أكتر على الصعيد الأفريقي وبتحقق عدد نقاط أكبر على الصعيد الأفريقي فبالتالي بيبقى الناتج النهائي أن أنت بطل القرن طبعا ناس كتير نحن عارفين النغمة اللي بتطلع كل فترة كده أن مش الأهلي هو بطل القرن وأن الزمالك هو بطل القرن الكلام مش بفلوس عادي يعني عادي اللي يقول يقول ما فيش أي مشكلة كل واحد حقه يقول له هو عادي لكن النتيجة في الآخر أن الأهلي بطل القرن العشرين يعني كامل احترام وتبديل للزمالك والأي نادي تاني يعني لكن الجميل بقى واللي أنا عايز أتكلم فيه في القرن الواحد وعشرين ومين المتصدر في القرن الواحد وعشرين حتى الآن في مشوار اللقب القرن الجديد فتعالوا نعرض الجدول ده لحضراتكم ونقول لحضراتكم أن الأهلي متصدر برصيد 101 نقطة زي ما حتشوفوا كده على الشاشة دلوقتي ياهو حتى الآن إحنا في عشرين اتنين وعشرين يعني قدامك إيه حاجة وسبعين سنة عبال ما ييجي إيه القرن الجديد تمانية وسبعين سنة تقريبا عبال ما ييجي القرن الجديد هنكون إحنا طبعا يعني إيه توفنا الله يعني وهيجي أجيال بعدين وبإذن الله بإذن الله حيشوفوا الأهلي بطل للمرة التانية على التوالي للقرن في أفريقيا قرن الواحد وعشرين فالجدول حد للوقتي زي ما حاكم شافيه الأهلي بفرق كبير عن أقرب منفسي وهو الترجي التونسي الأهلي 101 نقطة الترجي 63 هو ومازينبي في نفس الرصيد والنجم الساحلي بقى 58 نقطة وبعدين الوداء 43 وبعدين الزمالك 38 وبعدين الرجاء 35 وبعدينهم إنينبا 31 وبعكاة صفاكسي 31 وسون داونز 29 ده ترتيب وتصنيف نادي القرن الأفريقي للقرن الواحد وعشرين حتى تاريخ اليوم اللي هو 22 مايو 22 يعني عبالما تيجي سنة 2100 فقدامنا لسه يعني يعني مين يعيش يعني مش حنكون موجودين أكيد فبالمناسبة بعد من خلص العرض بتاع الجدو اللي حاليكم شايفينه ده فأنا بسجل فيديوهو دلوقتي على الهواء أنا بسجله وبحاول أسطابك الأحداث أنا مش حنكون موجود ساعتها بس أنا هبارك لجمهيري النادي الأهلي من خلال الفيديو من خلال كلام اللي أبقوله دلوقتي ده أنا ببارك لجمهيري النادي الأهلي في القرن الجديد اللي حيكونوا موجودين الأجيال اللي هما أحفادنا بقى وأحفاد حضراتكم وكده الأهلوية بلقب القرن الجديد بإذن الله تعالى لأن الفارق كبير قوي لحد دلوقتي والأهلي بإذن الله بإذن الله حيستمر في حصد الألقاب الكتيرة الأفريقية القرية اللي تقدر تأهله وحيستمر في حصد عدد كبير جدا من النقاط اللي من خلالها تأهله أن يكون بطل القرن الواحد وعشرين بإذن الله تعالى في ألف ألف مليون مبروك لكل جمهيري النادي الأهلي اللي حيكون موجودة في هذا التوقيت فده فيديو لتاريخ أنا بسجله يعني لكل جمهيري النادي الأهلي وبابركلوم بدري شوية لا شوية ده بدري قوي جدا الوقت في عشرين اثنين وعشرين ماشي يعني ذكرى حلوة واحتفال مهمة جدا اللي لازم نحتفل بي تعالوا بقى نتكلم عن مباراة مبارح الأهلي وإنبي ومطش بصراحة كان مهم ليه بقى كان مهم إحنا كان بقى لنا أربع مطشاط بقى لنا أربع مطشاط ما بنكسبش ودي حاجة صعبة علينا قوي قوي كأهلوية في الدور يعني أن أنت تقعد أربع مطشاط وربعض ما بتكسبش خسرت المطش وتعدلت تلاتة فدي حاجة تقيلة علينا مش متعودين عليها أهمية المطشة جات من هنا اللي هو إيه إن إحنا لازم نكسب يا جماعة لازم نكسب آه عندنا غيابات كتير ومش بس غيابات لا دي غيابات مؤسرة مش مجرد غيابات يعني في خط واحد لا فأكتر من خط بظروف صعبة باستعدادات للنهاء الأفريكي الأهم طبعا أهم لأنه لقب قري جديد بإذن الله تعالى الأهل يضيفه لسجل بطولاته المليء بالألقاب القرية يعني الجميل كمان في الممارات مبارح أن أنت بس مش كسبت مجرد فوز لا ده أنت كسبت بماش بسيناريو يعني إحنا بنحبه قوي بنعشقه السيناريو ده وعشنا كتير عشنا كتير قوي مع النادي الأهل مؤخرا شفنا إزاي العالم احتفل بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي الفوز برضو اللي كان بنفس السيناريو ده كده اللي هو ريال مدريد جات لغاتي ديها 90 خسرانة محتاجة جنين عشان تتعدل وكسبت في الإكسترا تايم وده حصر جابوا جنين في الوقت بدل ضيعوا بعكاف الإكسترا تايم فازوا ريال مدريد بيحصل معاك كلام ده بس الأهل برضو بيحصل معاك كلام ده هم فريقتين بس في العالم اللي تلاقي عندهم ايه الروح دي والجرنتة والإرادة والعزيمة اللي تخليهم من هم حتى لو خسرانين ويجي فيهم في مرموهم هدف ديها 75 وممكن انت خلاص ترمي الفوتة بقى والدنيا حاول اتعدله خلاص وترجع في المطش بالطريقة دي رغم وجود أخطاء تحكمية برضو كبيرة مش هنخلص من الكلام عن التحكم أكتم بالله الواحد ذهق الواحد جاب أخره من التحكيم والواحد جاب أخره من تصرحات الكابتن عصام عبد الفتاح المحترم الشخص المحترم اللي بنتقدره كل التقدير لكن التصرحات كلها غريبة طبعا كالعادة وأكيد مبارح أنا والله ما سمعتوش مبارح ما عرفش تكلم ولا لأ بس أنا متوقع التصرحاتي عاية لا هيقولك أصل الكابتن محمد صباحي غلت في دي أصل عمل في دي لا هيقولك كابتن محمد صباحي عشرة العشرة كل الحكام عندنا ايه جامدين قوي بدالين احنا عندنا عشرة حكام في كاس العالم واحد طبعا ما لنجح حد يعني عندنا حكم واحد بس ويريته حكم صفار كابتن أبو الرجال هو حكم رأي حكم فيديو في طاقم بكاري جسام فرغم كل الظروف دي لا الأهلي بيرجع في دي أربعة وتسعين انت متخيل الحكم حسب سبع دقيق وقت بالضايع الناس كتير اتكلمت على الوقت بالضايع وإزاي وليه سبع دقيق حضرتك لما تيجي تراجع المتش أقل حاجة أصلا ثمان دقايق من سبع دقايق ورغم كتير كابتن محمد صباحي حسب سبع دقايق في ديئة الرابعة من الوقت بالضايع جبت جون سكبت بقى وقلت الحكم هيصف خلاص المتش خلص لا الأهلي بيعمل ايه الأهلي بيلعب لآخر ثانية في المتش بالتالي قدر ان هو يجيب الهدف الثاني والهدفين كانوا عن طريقه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي وأحد أبرز الصفقات اللي تمت في تاريخ النادي الأهلي وهو علي معلول محبوب الجماهير جماهير الأهلوية في الحقيقة هدفين ببرود أعصاب بإتقان في إنهاء اللعبة وإنهاء الهجمة بهدف في ضغوط صعبة جدا إن الخسران ومحتاج تكسب أو محتاج تتعادل بعد عدد كبير المتشاط أنت هو بتكسبش وده أمر غريب عن نادي الأهلي فعشان كده الانتصار مبارح طعمه حلو قوي الواحد انبسط جدا استرجعنا كده اللحظات الفرحة اللي بتبقى كبيرة قوي كده زي مثلا يعني ماتش الأهلي والصفاكسي ماتش طبعا مع فرق البطولة وفرق أهمية المباراة وكلام من ده ماتش الأهلي زي ماك في نهاي الكار ماتش الأهلي وفي الكنفيدرالية جون عماد متعب مش متذكر اسم الفريق يعني فيه كذا ماتش كده احنا فرحنا من خلاله بالشكل بالشكل ده فانبارح لعبتنا كانوا رجالة جدا وعمليه ماتش حلو قوي طول التسعين دقيقة ماتش حلو حلو رامي ربيعة مبارح فكرنا برامي ربيعة تعزمان عمل مباراة كبيرة جدا جدا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى التكملة في نص ملعب الخصم لا لا رامي ربيعة عمل ماتش حلو قوي مبارح بصراحة يعني وان شاء الله يستمر على كده هو لعيب كويس والله بس هو حظه وحش في الإصابات بتعطاله عبال ما يرجع المصاب ياخد وقت أفشا لأن ناس كتير بتتصيد لأفشا الأخطاء أنا نفسي أفهم ليه ورغم كده أفشا مبارح أنا بشوف ان هو عمل ماتش حلو قوي كان كويس جدا أفشا كمال لو تلاحظ كده في آخر ماتش وإحنا خسرانين بيقول اللعب يجمعوا سلموني الكورة ما تقلقوش سلموني الكورة هادي شخصية بالمناسبة دي شخصية شخصية لاعب في لعبة ممكن تهرب في اللحظات الازمائدة تستخبأ كده في المعب لغة الكورة الناس لعبة الكورة تفهم المصطلح ده بعيدة عن مصطلحات بتاعت كتابتو عنصان فتاح ده مصطلح عادي طبيعي في الكورة مفهوم يعني معروفة على المستوى العالمي يعني واخدين بالكم فبالتالي أفش عمل ماتش كبير الشحات امبارح في نصف الملعب ابتدى وبعاكية راح راح يتلمين في الاتنين أجاد بشكل ممتاز تاو لما نزل عمل نشاط حلو قوي في الجانب الأمامي كوكا في نصف الملعب امبارح لعب صعد مميز جدا وأثبت وجوده بخلاف عليه معلول اللي ممكن في بعض فترات المباراة ما كانش بالمستوى المطلوب لكن أنهلك المباراة بالنتيجة المطلوبة وبالشكل المرجو يعني فكلها إيجابيات ومكاسب مهمة جدا 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 بغض النظر عن التحكيم ولا هو احنا كسبنين يا جماعة وبقول لحضراتكم التحكيم في مشاكل كبير ويريت لو كورة حسام حسن موجودة هنا لو كورة حسام حسن موجودة نعدها اللي هي في الشوط التاني لما نزل حسام وخد كوع في رقابته تمام وضرب الجزاء ما تحسبتش لو موجودة يا ريت نجيبها غير أخطاء تانية كتير بقى أكتر من خطأ يعني من الحكم محمد الصباحي لكن هنعمل ايه هنعمل ايه بنلاقي رئيس لجنة الحكام بيطلع يدفع عنه فالحكام بيعمله ايه ما بيتعلم مش من أخطاء فالناتج بيبقى ايه يعني الجندة الجندة من فول غير صحيح لو معنا اللقطة برضو يا ريتني جب المنفول غير صحيح كورة احتكاك كتف في الكتف عادي كابت محمد صباحي حسب الفول جيب النول هده ماشي أخطاء بقى تانية كتير في مجراءات المباراة بضرب الجزاء أخرى في فترة في الشوت التاني بعدد كبير من الأخطاء من الحكم وإحنا تعودنا على الكلام ده بس إحنا زهقنا يا جماعة عايزين تصحيح وتطوير للحكاء عايحصل إزاي لازم تغير اللجنة بجيب لك من الآخر لأ هاي بتاعت حسام حسن معي شكرا جدا يا جماعة أهو بص بص حضراتكم طب أنا نفس أفهم أسأل سؤال هاي دي ازاي ومبارحة كابتن أحمد شنوى استغراتي قوي أنهو قال مش ضرب الجزاء مش عارف ليه ومش عارف ازاي يا أحد الخبراء يعني لكن في المقابل مثلا كابتن جهات جريش قال لك ضرب الجزاء يعني اختلفت الأراء بس هي واضحة يا حتى الفرج الناديل ويبص عليها طيب كلف نفسك بص عليه هتخسر ايه اهو برضو خطأ من ضمن الأخطاء كان ممكن يخلينا تعدل بدري شوية ونكسب احنا الحمد لله أكسبنا بس كان ممكن سيناريو بتاع مبارحة يكسبنا بيه ده ما يحصلش تمام فالكورة الكورة واضحة قوي ضرب الجزاء يعني مش محتاجة مش محتاجة خاطر في كل الأحوال أهم شيء في المطش ده أهم شيء يا جماعة في المطش ده إن السقة عادت لللعيبة والأهلي بأي حد موجود الحمد لله بيكسب وبيقدي بشكل كويس وده إن ده اللي يدل عن الأهلي يمتلك قايمة ومميزة من اللعبين محتاجة تدعمات طبعا مفيش بطن ما بيحتاجش تدعمات أي فريق كبير بيبعايز تدعمات عشان إيه يستمر في المستوى ده فبالتالي أنت معنويا ماشي بشكل كويس جدا معنواتك في السماء دلوقتي ورجعت لك بشكل كويس معنوات مرتفعة وثقة في النفس وفي الإمكانيات وفي القدرات لللعيبة في نفسهم وفي الجهاز الفني كله قبل أهم مطش في الموسم وهو مطش دوري أبطال أفريكا النهائي دوري أبطال أفريكا مع الوداد المغريجي إذن المؤشرات والمؤشرات كلها إجابية وأنا بحب دايما يعني بحب دايما أشوف المعطيات والمؤشرات قبل أي حاجة مهمة بتبقى ماشي أزاي آه مش مكياس خالص لكن بتديك كده نوع من أنواع التفاؤل وبتديك كده طاقة إجابية وبتخلي المعنويات مرتفعة كجمهور كمسؤولين كلعيبة كجهاز فني فكل الكلام ده كان مطلوب قوي والحمد لله إنه حصل بالسيناريو ده علشان الأمور تبقى كويسة وإجابية قبل مبارات الوداد اللي حتكون يوم اللي اتنين مش بكرة طبعا اللي بعده اللي هو يوم تلاتين من الشهر الجاري مع مع الوداد هناك في المغرب حتى الآن وفي الغالب طبعا مبارات استن حتى أجل مستنين قرار راسم رابطة الأندية المحترفة فدي كانت نتيجة مبارات انبارح وطبعا أهم المكاسب من هذه المبارات هروح لفاصل سريع بعد الفاصل استعندنا كلام بيتعلق ببعض المصابين وموقف من اللحاق بالمبارات النهائية هقوله لحضراتكم بعد فاصل استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية خليني أطمن جمهير النادي الأهلي على حالة المصابين وطبعا يعني ده الشغل الشغل بالنسبة لنا كلنا خلايا فترة حالية لأن المطش خلاص تعالوا داد بيقرب يعني انت نقص لك ايه ثمان تيام عن المطش ثمان تيام عن المطش مهم جدا بظروف برضو صعبة يعني ترتيبات وتنظيم لهذه المبراء يدعوا للريبة في الحقيقة واللي يقول كده يبقى بيهضر بصراحة فالمهم في كل حال نحن عندها ثقة جدا كبيرة في اللعبة في الجاز الفاني فأي حد هيلعب لكن عايزين نطمن مين هيكون جاهز مين ممكن يكون بعيد فنبتدي بعمر السلية عمر السلية بينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي الخاص بي احنا عرفين السلية كان عنده شد في العضلة الخلفية لكن انا بقول له حضراتكم عمر السلية بإذن الله تعالى موجود في المباراة النهائية بشكل طبيعي وجاهز تماما وان شاء الله سيشارك في التدريبات ممكن بكرة أو بعد وكثير يعني بكثير قوية فبالتالي أسبوع تدريبات للنسبة لعمر السلية حيبقى أمر إيجابي جدا إذن بيعلن جهازيته التامة لها هذه المباراة بمجرد بإذن الله ما يشارك في التدريبات وحيكون تحت تصرف الجهاز الفني اللعابة التانية في نص الملعب برضه ولكن أهمية عن عمر السلية هو حمدي فاتحي حمدي فاتحي خلاص حصل على حقن موضوعي وقوم تنفيذ برنامج علاج طبيعي ويصير بشكل كويس جدا في البرنامج وحيكون موجود بإذن الله إن شاء الله في المباراة النهائية محمد عبد المنعم فرص لحاكم المباراة النهائية صعب وممكن تزيد شوية كمان محمد عبد المنعم بره مطش الوداء للأسف الشديد لأنه عنده شد في العضلة الضمة لكن المحاولات مكسفة في الحقيقة من جزء فني بكيادة الدكتور رحمد عبد المعبلا اللي بيعمل موجود كبير جدا في محاول تجهيزه وبنسبة كبيرة محمد عبد المنعم حيسافر معاهم تحسبا لجهزيته لكن النسبة الأكبر إنهم مش حيلعب هذه المباراة حتى لو سافر لكن هنشوفه خلينا نتفاقى الخير أليو دانج الجاهز وحيشارك في التدريبات أول موران إن شاء الله سيكون موجود لو بيس مكسوني إصابته طويلة شوية في الرجبة يعني جزع في الرباط الداخلي للرجبة فبالتالي لسه قدامه شهرين بعيد بدر بنون لأنه في ناس سألتني قبل الحلقة إمكانية لحق بدر بنون بمورات الأداد لأ مش هيلحق لأن بدر بنون يبتدي يشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من دلوقتي فبادر بنون طبعا بره لكن بيعمل بعض التدريبات التأهلية بالنسبة له بعد فترة غياب طويلة ياسر إبراهيم خلاص بيتمثل للشفاء وعددته أكيد مهمة لأن ياسر فترة كبيرة الفترة الأخيرة كلها كان ماشي بشكل مميز وإن شاء الله بإذنها هيلحق المباراة النهائية وحيكون موجود يعني أهلاً بحضراتكم مرة تانية تعالوا نشوف إيه اللي تقال على النادي الأهلي بعد الفوصل الجالي مبارح على أمبي في السوشيل ميديا سبورت سري سيكريتي على تويتر قالوا إيه قالوا خمس أهداف عاي معلول ملك التسعين الجديد بالنادي الأهلي إحنا عرفين طبعاً ملك التسعين الأساسي مين طبعاً أمان متعب فنجم كبير طبعاً في تاريخ النادي الأهلي ومهاجم أسطوري لكن عاي معلول برضو يعني جاب خمس أهداف في التوقيت ده يعني فتكر مطش السنة فاتت أو في حرس الحدود على ما تذكر وكان فيه مطقة أو في طلع الجيش مش فاكر وكان فيه مطش السنة نادي مع المحلة في الآخر جون من ضربة حرة مباشرة ومجونين مبارح فهو شكله ملك التسعين الجديد فعلاً يعني لكن في كل أحوال هي يعني سمة موجودة عند النادي الأهلي وثقافة وعقلية عند النادي الأهلي أن أنت تلعب لآخر لحظة فطلاة ما أنت بتلعب لآخر لحظة وارد جداً أن أنت تجيب عدد كبير من الأهداف بالشكل فمعلول طبعاً نجم كبير من المبارك له على الهدفين وعلى النتيجة طبعاً بكل تأكيد يالله كورا سواع على تويتر بيقولوا أن في مصدر ألوم تأجيل موراة الأهلي وإسترن وجدولاتها قبل القمة وهو ده اللي حيحصل خلال يعني إيه ساعات قليلة أو حيتم الأعلام من قبل ربطة الأندية المحترفة خلاص بقى فيه مرونة في التأجيل خصوصاً بعد ما النادي الأهلي أبدأ مرونة أيضاً من خلال أنه هو يلعب مباراة إسترن في توقيت التوقف الدولي وبدون الدوليين فبالتالي كورا بقت في ملعب ربطة الأندية المحترفة اللي قالوا أنهم بنسبة كبيرة حيوافقوا على تأجيل هذه المباراة بحيث أنها تكون يوم 12 يونيو أو عفواً هتكون يوم 15 بعد مباراة الأهلي مع المصري بالسلوم يوم 12 وبعد كده يلعب الأهلي مع الزمالك يوم 19 في بطولة الدوري بإذن الله تعالى وده اللي أكدوا برضو العميد صاروة السويلم عضو ربطة الأندية اللي بقى صاروة سويلم عضو ربطة الأندية المحترفة من حساب في الجول على تويتر واللي قال بندرس طلب الأهلي بتأجيل مباراته مع أسترن كامبيني والأكرم موافقتنا على التأجيل طيب خلينا ناخد خبر آخر ده من خلال موقع أو حساب كورة بلس على تويتر وفوضي لقجع اللي هو طبعا رئيس التحاد المغربي لكورة القدم وأيضا متواجد في التحاد الأفريكي لكورة القدم في المكتب التنفيذي بكل تأكيد واللي قال تحدثت مع متسبي لمنح جمهور الأهلي كل التذاكرة التي يحتاجون إليها ده طبيعي يعني أنا شايف أنه ده أمر طبيعي أنه هو طالما ما مطش المسترد أنه أصلا في ملع محايد ما خلتهش في ملع محايد أنا كامل قرار بتعمين بقى تصويت مكتب التنفيذي أنا مش بعترف الكلام ده في الحقيقة لأن ما حدش قال لنا أصلا أنه لا يوجد أي إعلام من قبل تحضر أفريق بهذا الشأن لكن في كل أحوال ده أقل حاجة أن طبيعي جدا الأهلي يكون 50% من ساعة الملعب والودات 50% من ساعة الملعب ده طبيعي لكن يا جمال عايزين نأكد علي أن العلاقات تاني زي ما أكدنا بار العلاقات مميزة جدا ما بين الأهلي والودات جمهور الأهلي وجمهور الودات تمام مسؤولي الأهلي ومسؤولي الودات ما فيش أي مشكلة خالص والله بجد لأن الناس واخد الموضوع في اتجاه تاني ونحب الودات جدا ونحب جمهور الودات ونحب الشعب المغربي بالكامل دولة جميلة وشقيقة وحبيبة وكل تأكيد ما تخلوش حد يحاول يعكر صفه هذه العلاقة ومش هندي فرصة لحد أبدا أبدا من منهم متعصبون يعني لكن كل واحد يدور على حقه ومش عايز أقول صدام النادي الأهلي لكن مطالب النادي الأهلي من خلال الاتحاد الأفريكي وهي مطالب مشروعة بس ما لهاش أي علاقة بالودات لكن في كل أحوال هنشوف إلا هيحصل خلال الساعات القليلة المقبلة خصوصا أن حتى الآن المكتب أو الكاف ما أرسلوش أي خطاب للنادي الأهلي وفي التماع بالمناسبة في النادي الأهلي نحن عايزين نعرف آخر تفاصيله يا جماعة اجتماع دلوقتي بالأسفكات محمدو خطيب للمجلس الإدارة عشان يشوفوا آخر التطورات في هذا الملف في تحديد طيب تعالوا نروح لخبر آخر وبيتعلق بموقع كورا بلاس أو حساب كورا بلاس على تويتر واللي قال للأهلي يحصل موقع محمد منهم من نهاية دولة الأبطال الأفريقية وهم هنا كتبين أنه هو ليس يلحق المبرأة نبقل لحرككم طبعا زي ما قلنا من شواء أن فرصه صعبة جدا ونسب قليلة قوي أنه ممكن يلحق هذه المبرأة أين كان مش موجود محمد منهم في أيمن أشرف في ياسر روين في الرهم الربيعة في عدد كبير من العديد المميزين في هذا الخطأ بيغيب اتنين مؤسرين جدا زي بانون وربيعة ومحمد منهم لكن إن شاء الله بإذنها نكون موفقين المصر رياضي وحسنوا على تويتر الأهلي يطوي صفحة مبرأة أمبي ده طبيعي ولكن تتخطيط تتحدى موسيماني بسبب محمود كهرباء والله ما فيه أي تحدي ولا حاجة خالص يعني كهرباء لعب عارضه خلصت هيفتدي مع الأهلي من المسلم الجديد بيبقى فيه رؤية فنية للجلس الفني ولجلس التخطيط بيتم التنصيق والتوصل لقرار نهائي بمنتهى الشياك اللي في الدنيا اللي ممكن تتخيلها لفيه تحدي وإخناقة ولا كلام من ده أصل موسيماني يشعيز كهرباء أصلانجة تخطيط عائزة كهرباء لما موضوع مش كده بيه فيه تقييم الوضع إيه احتياجات النادي الأهلي إيه إمكانيات كهرباء إيه طبعا إمكانيات كويسة جدا هنحتاجوا معنا مش هنحتاجوا هنشوف الأمور تمشي إزاي لكن أقول لحرارك كون كهرباء لعب مهم جدا بالنسبة لنادي الأهلي الكرار يبقى عند لجنة تخطيط موسيماني اللي بيننصاكوا دايما مع بعض بشكل مميز طيب هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقة الترين دي النهاردة اختنون يلا بي طيب يعني الصراع مشتعل في الدور الإنجليزي الدنيا مولع نار في المنشاط اللي بستلعب دلوقتي في هذه اللحظات يعني دلوقتي لك أن تتخيل المانشستر سيتي خسران على ملعبه من أستون فيلا 1-0 بهدف جابه ماتي كاش من أسيست لوكاس دين وليفر بول متعادل واحد واحد مع ويلبر هامتون احنا في ديئة الكام دلوقتي في ديئة 45 خلاص من الشوت الأول من الشوت الأول بيخلص دلوقتي وصلاح أمي سخت أكيد صلاح هينزل في الشوت التاني لأن لو ليفر بول كسبوا ويلبر هامتون بأي نتيجة واستمرت نتيجة من ورات منشستر سيتي مع أستون فيلا وتقدم أستون فيلا في ملعب الاتحاية ملعب منشستر سيتي بواحد سفر تمام أو حتى لو منشستر سيتي اتعدلت وليفر بول كسبت فليفر بول بطل الدور الإنجليزي السنادي في يعني إنجاز كبير جدا وسيناريو عظيم قوي يعني فنتائج غريبة جدا نوريتش سيتي وتوتنم توتنم كسبان 2-0 المهمة قوي بقى بالنسبة لنا 2-0 دي مين اللي جابها صون ما جابش الحمد لله لأن حراركم عارفين أن محمد صلاح 22 هدف صورة الترتيب الهدفين حلو لحد دلوقتي ف2-0 وكده توتنم بيضمن التواجد في التشامبينز ليج في المقابل أرسنل اللي كان عنده أمال في التواجد في التشامبينز ليج عساب توتنم منتقدم من 2-0 أيضا عن طريق مارتينيلي ونكيتيا قدام إيفرت تمام تشيلسي كسبان 1-0 الشوت الأول الخير خلاص منشستر رينايتد خسرانة كالعادة للأسف الشديد وليستر سيتي متعادل مع ساو سانتون 0-0 وبيرنلي خسران 1-0 هذه نتيجة مهمة بالمناسبة لليدز اللي لسه متعادل مع بريندفورد بس النتيجة دي تخليه يبقى في الدورة إنجليزية لو كرس ماتش نيو كاسل وأيضا بيرنلي بهذه النتيجة فبيرنلي هو ينزل ويقعد من ليدز إينايتد لو المباراة خلصت بهذه النتيجة برايتون دورة إنجليزية حتى في آخر جولة ممتع للغاية طيب تعالوا ناخد ترند عالمي ونشوف إيه الأخبار العالمية المهمة واللي أكيد تتكلم عن الأحداث النهاردة في الدورة الإنجليزية وأكيد ربما هنكون معنا في الدورة الإيطالية في الترند العالمي جايب لك إيه من حساب جول على تويتر واللي بيقول أن درع الدورة الإنجليزية سيتواجد في ملعب الاتحاد وهو معقل منشستر سيتي تمهيدا للفوز على أستون فيلا وحاسم لقب الدوري مساء اليوم بالمناسبة يا جماعة فيه نسخة من الدوري موجودة في الاتحاد ونسخة أخرى تشوف الناس منظمة إزاي أكسم بالله أجهة آخر جمال يعني ونسخة تانية في الأنف ملعب ليفر بول تحسبت إيه اللي ممكن يحصل إيه اللي يكسب يا جماعة الدوري هي يحتفل في ساعتها مش نخلي بقى الدوري في احتفال في فندق بعد ما الدوري يخلص بتاعت شهور ولا نخلي الدوري مش مهمة تحتفل به النهاردة طالما حتى لو حسمت يا عم احتفل به في آخر جولة حتى لو أنت حسبت الدور نفسنا نبقى زي الناس دي والله لازم نحط هدف قدامنا كده عشان نوصل نحاول نوصل فحنشوف الأمور مشتعلة جدا يعني خلينا ناخد سريعا آخر خبر جوارديولا بدون ليفر بول لم نكن نحقق ما حققنا في أشياء ده لمستوى ليفر بول من جوارديولا ودي تصرحات ما قبل المبارات اليوم هنشوف بقى الأمور هتخلص علي هاخد تفاعل حضراتكم سريعا على سؤال حالة النهاردة واللي كان عبارة عن ايه رأيكم في مطش الأهل مبارع هو في النتيجة أحمد أمين قال مساء الخير عليك يا أمير مساء الفل عليك يا أبو أحمد من وجهة نظري أداء أكتر من رائع فوز كان مهم جدا في هذا التوقيت الرافع يروح عند اللعيبة قبل النهاية الأفريكية والأجمل أن نتفوز فيه بلاس تسعين دي روح التشيرت الأحمر كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله شكرا يا أحمد أحمد كمان عادل وهبة قال رأي في أداة الأهلي أننا نادي كبير من فصيلة رائع المدريب بنحارب ومنكسب وبتعبنا وأكيد بعرقنا وبالأداء لا لنا في روح بروتوكول ولا احتواء يا كابتن أمير إحنا الأساس والباقي بودلاء معاك يا أهلي لآخر نفس يا نصر عالي بيرفرف في الفضاء شكرا يا أحمد ناخد كمان ربيع محمود وقال فوز مهم معنويا قبل النهاية الأبطال بإذن الله نبني عليه ويكون سبب من أهم أسباب التتويق بالحديد عشر بإذن الله تعالى يا ربيع ده كان تفاعل حضراتكم معنا في حلقة اليوم وعلى سؤال الحلقة دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من ترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء